الأنيميا فقر الدم أنيميا هي حالة طبية تتميز بعدم وجود كمية كافية من كرات الدم الحمراء الصحية الكافية لحمل المقدار الملائم من الأكسوجين لأنسجة الدم والتي قد تتسبب في أعراض عديدة أشهرها التعب والضعف أنواع الأنيميا توجد عدة أنواع للأنيميا لكل منها سببها ومداها وتتمثل هذه الأنواع فيما يلي أولا فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وهو النوع الأكثر شيوعا وذلك لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بنزيف الدم في فترة الحيض بالنسبة للنساء ومنها ما يتعلق بوجود قرح في أحيان أخرى ثانيا فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين با 12 وحمض الفوليك فإلى جانب الحديد يحتاج الجسم إلى مجموعة من الفيتامينات الهامة مثل حمض الفوليك وفيتامين با 12 لإنتاج ما يكفي من كرات الدم الحمراء السليمة ومع عدم حصول الجسم على كفايته من هذه الفيتامينات الهامة يحدث فقر دم يطلق عليه فقر الدم الخبيث ثالثا أنيميا كسل النخاع العظمي وتنتج عن حدوث تلف في النخاع العظمي لعدة أسباب مما تقلل من قدرة النخاع على إنتاج قرات الدم الحمراء رابعا أنيميا تحطم خلايا الدم الحمراء وفيه يحدث تدمير لخلايا الدم الحمراء بشكل أسرع من معدل تصنيعها خامسا أنيميا الخلايا المنجلية وهو أحد الأمراض الوراثية الذي يتسبب في تحور شكل كرات الدم الحمراء لتأخذ الشكل الهلالي أو المنجلي مما يسبب الموت المبكرة للخلايا سادسا أفلاسيميا وهو من الأمراض الوراثية أيضا والتي تتسبب في وجود خلل جيني يؤثر في عملية إنتاج الهيمولوبين سابعا أنيميا هجوم الجهاز المناعي على خلايا الدم الحمراء وفيها يتم التعرف على بعض أنسجة الجسم كأجسام غريبة وعليه يقوم الجهاز المناعي بمهاجماتها أعراض الأنيميا يتعلق ظهور أعراض الأنيميا بحسب الدرجة التي يعاني منها المريض بالإضافة إلى وتيرة تطور المرض وحاجة المريض إلى الأكسوجين ولكن بشكل عام قد تشترك في الأعراض التالية الضعف والإرهاق الصداع الدوخة شحوب الجلد أو اصفراره عدم انتظام ضربات القلب ألم الصدر برودة اليدين والقدمين وأخيرا قد لا تظهر أعراض محسوسة للأنيميا في بداياتها لكن كلما تفاقم المرض ازدادت الأعراض سوءا